السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي مصر جدا للقائكم مرة أخرى اليوم بإذن الله سأتقاسم معك أخي أختي طريقة سريعة وبسيطة جدا لعمل يد تكتب أو ترسم أي شيء تريده على صبور سوداء مثلا ببرنامج الباوربوينت وكن على يقين أخي أختي أنك ستبدع بدورك في استخدامك لهذه الطريقة انتاجات فريدة وأفضل بكثير من نموذج الشرح المقدم بهذا الفيديو وأتمنى منك أخي أختي تقاسم هذه الطريقة مع أصدقائك خاصة مع زملائنا أساتذة الأفاضل الأستاذات كريمات أيضا مع أحبابنا التلاميذ لا شيء إلا لتعم الإفادة إذن على بركة الله إذن سأريكم النتيجة التي سنحصل عليها في الأخير كما اضطروا النمائي نتيجة رائعة جدا إذن أول شيء سنقوم به بالباوربوينت سنقوم بفتح ملف جديد شريحة جديدة بعد ذلك سنقوم بجلب صورة صبورة طبعا سأترك لكم هذا المجلد رابطه ستجدونه أسفل هذا الفيديو به العشرات من خطوط التباشر أيضا به الصورة المستخدمة بهذا الشرح إذن سأقوم بجلب الصورة إذن بعد وضعها سأقوم بتعديل أبادها لتناسب الشريحة مثلا بعد ذلك الآن سأقوم بوضع نص من خلال إدراج انسكسيون ثم زون دو تكست الآن هنا قبل الكتابة سأختار اللون لأبيض أيضا سأختار أحد خطوط التباشر سأختار مثلا هذا الخط بعد ذلك من هنا سأقوم بتكبير حجم الخط سأكتب الآن مثلا اسم الآن سأخذها إلى المنتصف فقط لتوضيح الطريقة الآن سأذهب إلى أنيميسيون وسأختار هذا تأثير بلاي بعد ذلك من هنا سأختار الاتجاه يعني من اليمين إلى اليسار كما ترون بعد ذلك في المدة سأختار له مثلا خمس ثواني وهنا سأضع مثلا خمسة عشر فقط ليبدأ بعد خمسة عشر جزء من الثانية الآن سأرى النتيجة إذن نتيجة جيدة الآن سأضيف اليد بالذهاب إلى المجلد لاحظوا معي بالنسبة لهذه اليد فيمكنكم من جوجل الحصول على العشارات منها فقط بكتابة هاند ويد شوك أو يد مع التباشر أو هاند ويد بانسل يعني يد مع القدم واختيار أي صورة تريد ننسى أجلب هذه اليد سأضعها هنا بعد ذلك الآن سأضعه هنا بهذه النقطة الآن سأقوم بالذهاب إلى ألمسيون لإضافة مثلا هذا التأثير شماء بخصوليزي بعد ذلك الآن سأقوم بالتمرير على الكتابه كأنني أكتب لاحظوا معي كما ترون ثم أنقر في الآخر نقرتين لاحظوا معي النتيجة الآن سأقوم فقط إذا رأيتم هنا من فوق يجب أن أسحب بهذه الصورة على أساس أن يضع رأس التباشر أو التبشور بهذا المكان إذن سأجرب الآن إذن لم أضعه في المكان المناسب ربما عليه هنا لكن قبل ذلك ولكي تبدأ الحركتين معا في نفس الوقت سأقوم فقط بالذهب إلى هنا وأختار مع السابق والوقت أختار أيضا خمس ثواني وهنا أتركها على الصفر سأجرب مرة أخرى سأسحبها الآن قليلا إلى أسفل إذن سأجرب الآن نتيجة كما ترون معي النتيجة جد رائعة سأنقل على ديابوراما لترونها بشكل أوضح إذن كما ترون فالطريقة جد بسيطة لعمل يد تكتب بالتباشر على لوحة خشبية أو على صفورة سوداء أتمنى منكم إخواني أخواتي أن تتقسموا هذه الطريقة مع أصدقائكم خاصة مع زملائنا الأسديد الأفاضل والأستاذات الكريمات أيضا مع أحبابنا التلاميذ لا لشيء بطبيعة حال إلا لتعوم الإفادة وترقبوا عن مقارب بإذن الله مشاركة جديدة ومفيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته